بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلا تزال أثار السلف تذكرنا بالخير ونتذكرها بالخير ونذكر فيها بالخير في هذا الشهر المبارك شهر الخير عسى أن يكون لنا منها نور نستضيء به كما هم استضاءوا به في حياتهم إلى مماتهم في صبرهم في جهادهم في ثباتهم في ذكرهم وذكراهم رحمهم الله تعالى أجمعين واليوم لقاؤنا أيضا مع الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وهو صاحب كتاب من أشهر كتب الإسلام حتى إن بعض أهل العلم فضله على صحيح البخاري وإن لم يكن هذا هو المختار والأرجح لكن لا بد من ذكره فأهل الحديث وأهل الحق يذكرون ما لهم ويذكرون ما عليهم بينما أهل الأهواء وأهل الانحراف يذكرون الذي لهم ويذكرون الذي عليهم ولم يكن ذلك التفضيل لموطأ الإمام مالك الذي وطأه وسهله للناس ليكون حجة لهم عند الله وبينهم وبين الله إلا لكونه أصحى كتاب في عصره رحمه الله تعالى ولما جاء الإمام البخاري بعد عصر الإمام مالك استفاد منه وأخذ عنه لا أقول أخذ عنه مباشرة فالإمام البخاري لم يروي عن الإمام مالك لكن أخذ عن علمه وكتابه واستفاد منه كما استفاد من شيوخه وأساتذته من قبل ومن بعد الإمام مالك رحمه الله يقول يبين آداب طالب العلم كما تكلمنا من قبل عن بعض أئمة العلم في آداب العلماء فيما بينهم وفي حفظهم لمكانتهم وتقديرهم لمنزلتهم نتكلم عن آداب طالب العلم فالإمام مالك رحمه الله ابتدأ طلبه للعلم كأي طالب للعلم على مدارج العلم يمشي وينتقل ويترقى حتى وصل إلى مرتبة سنية لكنه لم يتجاوز هذه المرتبة السامية ولا هذه المنزلة العالية من تلقاء نفسه بأن يبوئها غير مكانها وأن يفخر بنفسه أو أن يعجب بها كما هو حال كثير من الناس اليوم من المنتسبين إلى العلم وللأسف الشديد أن يزكي نفسه وأن يلقب نفسه بالألقاب وأن يتفاخر وأن يتعالى ويتعالم ويتطاول من غير أن يزكيه عالم ومن غير أن يثبته فقيه أو شيخ أو أستاذ ماذا قال الإمام مالك رحمه الله قال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك يسأل من هو أعلم منه من شيوخه ومن أساتذتها قال سألت ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي من أهم شيوخ مالك سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك أي قال لي نعم أفتي والفتية في الإسلام لها موضعها ولها مكانها ومكانتها ومنزلتها لأنها كالتوقيع عن الله كما يقول الإمام نو القيم في كتابه إعلام وقعين قال فأمراني بذلك قلت والكلام للراوي عنه خلف ابن عمر قال قلت لو نهوك قال كنت أنتهي لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه أن يبذل نفسه أي أن يتقدم بها في مدارج العلم وفي مناقل الفتية وفي التصدر فالتصدر أمر ينبغي أن يبتغى فيه أولا وجه الله وينبغي أن يكون فيه صاحبه على مرتبة سوية ومنزلة سنية وثبات للأقدام ورسوخ في العلم حتى لا يكون ذلك منه مجرد تعالم أو تطاول أو تفاخر كما قيل قديما من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه هذا من كلام إمة العلم وهذا من توجهاتهم وهذا من أدبهم الذي تأدبوا به وأدبوا به غيرهم لذلك كان من قواعد الفقهاء المشهورة في كتب القواعد الفقهية من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فمن تعجل أن يفتي للناس وهو ليس أهلا للفتية فإنه سينكشف حاله وسينفضح أمره فإن العلم فضاح لمن ليس هو أهلا له وأما من ترقى في العلم وتوقى وتنقى ومن زكاه أهل العلم من مشايخ وأساتذة وأفاضل حينئذ إذا روافق تقوى الله ورافق توفيق الله فإنه سيكون له في ذلك كله ذلك المكان العالي وذلك المنزل السامي بتوفيق ربه له أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لآداب العلم علماء ومتعلمين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سبحانه لذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر